السعادة لأوقاتكم حبيب قلبي ويارب تكونوا جميعكم بخير وصحة وعافية اليوم سأحضر لكم برغو الكوسة أو ابو شالهوب مثل ما يسموه بمدن سورية ثانية أكلة بسيطة وخفيفة وهينة مفيدة من أكلاتنا التراسية الشعبية اللي ما بطيئة طاول 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 ولكن عمكن أبو عبدو وغير ناس بحبوها بشوفوها خفيفة وطيبة كتير وكل واحد بياكل ما بتشتهي وتتعبلوا نفسه هذه الأكلة ممكن تنعمل نباتية مية بالمية وممكن تنطبخ مع اللحمة إذا حد أراد المكونات كتير بسيطة ومتوفرة بكل زمان ومكان يعني فيما كنتوا بأي وقت من السنة بتخدروا تعملوا برغو الكوسة بلزمنا لوجبة بتكفي ثلاثة أشخاص حتى قومة يعني ما بزيد منا ولا برغ ليه كاس كبيرة برغو الخشم بتعادل شي ربع كيلو نص كيلو كوسة خشي ناعمة بتفرق بصل قياس بسط دهنة مثلية أو سمنة أو زيت حسب ما لكم معوضين يعني تعملوا أكلاتكم وطبعا ملح وبهار عادي يعني خلطة السبع بهارات عالله إذا ردتوا التقلوه وتحطولا لحمة بلزم أشير بها كيلو لحمة ناعمة مو أكتر أنا اليوم ده عملة نباتية خالية من كل مشتقات اللحوم وعالبساطة البساطة يا عيني عالبساطة يلا خلونا فورا نروح لطريقة تحضير هالطبخة غسلت الكوسيات وفرمتهم وكعبات خشنة أترة مشان بايدوا بعض طبخ شقف الكوسة بالأكلة الأكلات الشعبية عمومة بحبوها بقبلوها الكبار أكتر من الأولاد الأولاد غالبا ما بياكلوها مو بس ما بياكلوها وكشوتهم كمان مثل حكايتي الله يرحم أيام زمان كانت أمي تهط الطنجرة بنص الطاولة بتسكبرنا على كيفها ويلا أشطولي تناقكن عالب رغلي هادا غدا اليوم تقولنا هي بقى ما نسترجي نفتحت منها طبخة طبخة بدأت التاكل بالعاني بالروحي بالقطل بالشحاطة الأسطيق بدأت التاكل هلا كتير اختلف الوضع مع هالولاد على بياكلوهاي وما بياكلوهاي جيل من أزناز ومدلال الله يبعتلون أيام كويسة إلهي خلصت من أصعب شغلتين بهالطبخة فرم الكوسة وفرم البصل هلا منبدأ بالطبخ فورا حطيت معلقتين كبار سمنة نباتي او نص كاسة زيت نباتي او زيت زيتون بمشي الحال اللي بتكون ياه ندبل البصل تدبيل يعني موتن على قليو التدع البصل بتتغير طعمة الأكل ها كليته واساسا هي الأكلة بساك تجي حالة سكاجة الله يحن عليها يعني مالة متحملة يصير فيها أزاة هلا فحال بتكون تعملوه مع اللحم النامي حطوا اللحم المفرومة مع البصل وقلبه ولا يتغير لونه ولا تنسوا البهار مع اللحمة مثل ما قطت لكم أنا اليوم أكلتي نباتية ما فيها لحمة بعد ما تدبل البصل منضيف الكوسة المفروم ومنقلبهم مع بعضهم ونغطي الطنجرة ومندشي الكوسة يستوي بعرقه على نار واطية واطية يعني ما بده ولا نقطة مي كوسة على الخرارة ببق ميات منه لحاله هلا إذا كتير مستعجلين حطوا الكوسة المفروم وضيفو له فورا نعيار المي اللي بدكن تطبخوا فيها البرغل يعني كاسة برغل بده كاسة ونص مي هيك بنطبخ الكوسة أسرع من التدبيل متل ما أنا عم بعمل هاي الكوسة تقريبا نستوي وما بقى لقرطة اضفت عليه البرغل بعد ما غسلته البرغل ما بده نعم نامله غسله كويسه بعد طبخ فورا وضفت عيار المي كاسة برغل بده كاسة ونص مي نقص قطرة مي اذا شفتوا الكوسة بقى ميات كتير خلال مرحلة تدبيله طبعا المي لازم تكون غالية ها هلا ممكن نضيف مع الطبخ مع لها اتخلطة السبع بهارات أنا مريحة اضفت بهار بقلب الاكلة مشان ما يغمق البرغل خليه بضهشته غطيت الطنجرة وبدشر البرغل ينطبخ على نار خفيفة خفيفة طبخ البرغل ما لوقت محدد بيبين معناها الدواء شي ما نشفت الماء عنه من دوم نشوف اذا استوى ولا لسه اضافة ماء وكمالة تسويه لبين ينطبخ ابو شالهوب بحضر اللبن بخيار كتير بالبق جنبه لبن على حاله بدون تبريق بالمي وخيار مفروم ورشة نعناع يبس وطبعا رشة ملحة بالرغبة وهي خالص اللبن بخيار وطبعا ممكن نتاكل مخلل جنب البرغل بكوسة يعني نفسه ما تشتهي شغلة بدك تقبلو حالكن عليها هاي برغل استوى ونشفت ميته وصار شي نظم طفيت تحته ودشرته شغلة عشر دقايق عموما طبخ البرغل هاين اسهل من طبخ الرز لانه بتحمل دعك يعني لعينا نشفت الماء ولسه ما استوى ممكن نضف له رشات مي ونعمله تحريكة وندشره ليكمل سوي ما بصل له شي طاول كتير يسرق اخلاقه هاينا متل ذات الشي حبايبي هاي البرغل بكوسة جاهز بلبق معه سلطة او لبان وممكن مخلال و الف صح حواوا فيه على قلوبكن جميعا شكرا لمتابعتكن واهلا وسهلا وميت مرحبا فيكن دائما موسيقى 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 موسيقى